كيف الامريكان المحترفين في البيع على امازون بيحصوا العروض في المحلات وبيعوها مرة اخرى في حساب امازون الطريقة باختصار تروح على جوجل ونكتب اي من الاسواق مثلا خلونا نكتب على ابحث في اه تاركت هذا طبعا محل مشهور جدا في امريكا هنا ونبشي على علامة سيرش نضغط على عفوا نضغط على او نكتب كلمة ونعمل سيرش وبيعطينا عروض كثيرة جدا تمام فخلونا نختار مثلا خلونا نشوف العروض هذه بتاعت الالعاب طيب شوف هنا هذه الانتيك السعر كان حقها بتزعة خمسين دولار وتزعة وتسعين سنت والان سعرها بتزعة وشيرين دولار وتزعة وتسعين سنت فبنعمل كالاثي بنعمل نسخ للازم هنا فوق ونروح على تطبيق امازون او امازون دوت كوم الموقع بتاع اللي هو المشترين وبنعمل سيرش فوق ونضغط على انتر فشايفين كم السعر الموجود يعني فرقي خيالي يا شباب نفس المنتج هذا اللي فوق واللي تحت هو نفسه ب66 دولار موجود الان على موقع امازون لكن انت لما تحصل عروض مثل هذه لا ما تستعجل على طول تشتروها لانه الرانك حقها قد يكون جدا مرتفع ولو كان مرتفع البيع هيكون جدا ضعيف بالاضافة للمنافسين هذا ببيعه 30 شخص ببيعه هذا المنتج شوف حتى الازعار حقتهم متفاوتة ستينات سبعينات وهكذا فروحوا تحت هنا وبتحصلوا كلمة رانك الرانك هذا يا شباب كل ما كان الرغم حقه منخفض كل ما كان المبيع حقته عالي جدا وكل ما كان الرغم حقه مرتفع جدا كل ما كان البيع حقه الشهري بطي جدا تمام فانا بنصحكم تتأكدوا من الرانك قبل ان تشتروا اي منتج والخيار بيدك انك تشتري او ترفض هذا المنتج فالاثنين دولار ترتيبهم اكثر من مية وتمانين الف اوكي ان شاء الله كل الفيديو افاتكم وما تنسوا تعملوا في فولو لايك وراكم في التعليقات في امان الله